فرق الجبايات الحوثية ومحصل ضرائب المناسبات الدينية التقليدية والأعياد الطائفية المبتدعة تجوب كل مدينة وبيت لقد اقترب الموعد المولد النبوي الموسم السنوي الأخصب في سوق الاتجار بالمناسبات الدينية والطائفية والتربح من ظهر أيامها السنوية وجيوب اليمنيين الفقيرة فلكل مناسبة تسعيرة تجارية ولكل ذكرى ضريبة مبيعات أبهض من سابقاتها ولو أن طائفة حرمت عليها الاحتفالات بذكرى المولد النبوي وحتى مجرد الحديث عن اسمه أو التحدث باسمه لما كان هناك من هو أولى بالتحريم من ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تقف على النقض من قيم الرسالة المحمدية والدلالات الإنسانية العالمية لمولد خاتم النبيين هذا ما تؤكده وقائع سبع سنين سوداء من السلوك الحوثي الإجرامي وتجرده على المطلق من مبادئ الهدي النبوي بل والوقوف على الضد من نهجه القويم ومنظومة أخلاقه الإنسانية السامية فيوم المولد النبوي في أكثر دلالاته الإنسانية وضوحا هو لحظة تاريخية ستشكل فارقا جذريا في طبيعة العلاقات الإنسانية بين بني البشر إنه يوم الانتقالة النوعية والفعلية من ظلمات الطبقية الجاهلية وثنائية العبد والسيد إلى نور الإنسانية المتساوية والعدالة الاجتماعية والسمو الأخلاقي في السلوك والمعاملة ويوم المولد النبوي الشريف هو يوم من أجل السلام والتعايش ونبذ التمييز العنصري والعصبية العرقية وإلغاء الفوارق التصنيفية بين شرائح المجتمع وأفراده والانطلاق بكل القدرات الشخصية والطاقات العامة نحو آفاق التنمية والتطور الحضاري والبناء والعمران وما ثمت جماعة تسيء إلى شرف ذكر المولد النبوي أكثر من ميليشيا إيران الحوثية آخر الكائنات المترسبة من عصر الجاهلية الأولى وعنصرية أمية بن خلف اشتركوا في القناة